ثانيا الاستثمار بقول ان الاستثمار هو المكون الثاني من مكونات معادلة الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الانفاق حيث اتكلمنا من قبل ان الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الانفاق يتكون من الاستهلاك زائد الاستثمار زائد الانفاق الحكومي زائد الصادرات نائصة الواردات فالاستثمار هو المكون الثاني ما هو تعريف الاستثمار؟ الاستثمار هو عبارة عن الإضافات التي تحدث للأصول الانتاجية أو الرأسمالية زي شراء المعدات والآلات اللازمة لمشروعات الانتاجية هذا بالإضافة للتغيرات التي تحدث في المخزون السلعي أقسم للصصمار أقسم للصصمار هي واحد التكوين الرأس مالي السابت للآلات والمعدات التغير في المخزون زي شراء الآلات وقطاع الغيار لمواجهة المستجدات الانتاجية الطريقة ثلاثة المشاريع الإسكانية وقطاع الانجهاد في سؤال مهم جدا هل يعتبر شراء الآلات والزندات استصمارا بالمفهوم الاقتصادي الإجابة لا ليه؟ لأنه لا يزيد عن كونه صورة من صور نقل الملكية بين أفراد المجتمع الانفاق الاستثماري وقرار الاستثمار والعلاقة بين الاستثمار والدخل نراها في الدقائق التالية قرار الاستثمار يكون باتخاذ هذا القرار طبعا رجل الأعمال أو المنظم ويعتمد في ذلك على مقارنة معدل العائد المتوقع من الاستثمار مع سعر الفايدة التي تسائد في السوق فباختصار شديد إذا لقى معدل عائد أعلى من سعر الفايدة هيدخل في العملية الاستثمارية وإذا لقى العكس مش هيدخل في العملية الاستثمارية العلاقة بين الدخل والاستثمار يعبر عنها رياضيا كما نرى في المعادلة الموجودة أمامنا الآن الـ I يساوي الـ I zero زائد الـ I Y حيث تشير الـ I إلى جمال الاستثمار بينما الـ I zero إلى الاستثمار التلقائي في حين الـ I Y هو الاستثمار التابعي وهو عبارة عن حاصل درب الملحة للأستثمار في مستوى الدخل منحنة طلعب على الاستثمار أو ما يطلق عليه معدل أو يعني منحنة الكفاية الحدية للرأس المال نلاحظه على طول في الشكل أفضل من الكلام النظري نلاحظ هنا أن فيه عندنا دلوقتي عن المحور رأسي سعر الفايدة وعلى المحور أفكي للإستثمار والعلاقة بين سعر الفايدة والإستثمار هي ما يطلق عليه منحنة الكفاية الحدية للرأس المال أو منحنة الكفاية الحدية للإستثمار أو ما يطلق عليه بعض الاقتصاديين دالة الإستثمار فالأنا عايز أقول دلوقتي إيه العلاقة ما بين سعر الفايدة والإستثمار بقول إن علاقة عكسية فبقول إن منحن الكفاة الحدية للإستثمار منحن سالب الميل سالب الميل يعني إيه؟ يعني ينحدر من أعلى إلى أسفل جهة اليمين معبراً عن العلاقة العكسية بين سعر الفايدة والإستثمار فعندما يكون سعر الفايدة مرتفعاً عند الـ R2 يكون الإستثمار منخفضاً عند الـ I2 لكن لما ينخفض سعر الفايدة من R2 إلى R1 هنجد ذلك أو هيتضح أو هيحصل زيادة في الإستثمار من I2 إلى I1 فبانخفاض سعر الفائدة من R2-R1 يزيد الاسسمار من I2-I1 إذن هناك علاقة عكسية بين سعر الفائدة والاسسمار